تخوفات كبيرة يعيشها المواطن الفلسطيني هنا في قطاع غزة بسبب انتشار فيروس شلل الأطفال هذه المخاوف تبددت وذهبت بعد دخول اللقاحات إلى قطاع غزة ولكن يبقى التحدي الأكبر في المعاناة والصعوبة بالوصول إلى هذه اللقاحات ويبقى التحدي الأكبر في المحافظة على النظافة والصحة العامة للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة خشية من انتشار أوبئة أخرى تعيش مروى مع عائلتها في خيمة بمنطقة مواصي غربيخان يونس حيث تبلغ ابنتها سميرة ثلاث سنوات وابنها أحمد عشرة أشهر فقط خوفا من إصابة طفليها بفيروس شلل الأطفال قررت مروى أن تأخذهما للتطعيم فور إعلان وزارة الصحة في غزة عن بدء حملة التطعيم الواسعة النطاق في الجنوب الخميس الماضي استنات كثير وتعبنا وكل حاجة عشان بس نطعم البنت أما كان جابل موعيد ونظافة وكل إشي هل جيت كله رمل ويعني منطعم الطفل وعرمل وعا إشي يعني ديه كفاء ما يقلق مروى ليس فقط شلل الأطفال منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي انتقلت عائلة مروى من منزلهم في مدينة غزة إلى مدينة رفح في أقصى الجنوب ثم أصبحوا نازحين في منطقة خان يونس خلال أكثر من عشرة أشهر يتغير مكان إقامتهم باستمرار وما كان ثابتا هو ظروف المعيشية الصعبة حتى صناديق القمامة أصبحت تستخدم لتخزين المياه للاستعمال اليومي وهاينا عايشين بخيمة يعني كنا قابل بلاط وشي يعني نظيف وكل إشو كان المياه متوفرة وفيه شمب وفيه كل حاجة بس هلقاتها ما فيش شمب وما فيش مواد تنظيف ما فيش يعني ناقل لسطولة ناقل مياه من بعيد لنجيبها يعني لهنا في حشرات وفيه يعني حشرات وفيه بصار يطلع على أولاد حبوب جلدية وصارت يعني يفيش نظافة بالمرة يعني سرنا نحممهم عشان يعني كيف يفيش مياه زي الناس ينعاف نحممهم